والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين من المبتدع والمشركين ومن نهج نهجهم إلى يوم الدين ثم أما بعد الأخوة الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله و جزى الله الأخ إبراهيم يعني تكلم في نقاط مهمة جدا ونواصل في ذلك ما يتعلق بالسنة وما يتعلق في الطاعنين في كلام النبي صلى الله عليه والآله وسلم الناس دائل البيطعن في دين الله عز وجل مقصودهم هو إبطال دين الله عز وجل يعني القصد هو أن يبطلوا هذا الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن يجعلوا يعني هذا الدين من غير إحكام يجيبوا الآيات ويشرحا بيريسينهم زي ما قال الترابي يعني التفسير الشعبي يجي حاج فلان وحاج علان ينجر من الآية من راسه ينجر نجر أخضر من غير رجوع لشلها جماعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام والإسلام دا جماعة في زمن دا في حرب شديدة جدا حرب شديدة جدا في تدمير هذه العقيدة من ناحيتين الناحية الأولى من ناحية الملاحدة والشيوعية والعلمانية بأنواعها كلها والناحية الثانية الناس لابسين طوبة الدين عملين لحة وحدين بدون لحة وحدين بيتكلموا لك بالآيات ويتكلموا لك بالحديث لكنهم بيرخبطوا في الدين ويدمروا في العقيدة من الداخل شان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافغين واشنع يماعة قال واغلظ عليهم الكفار بجاهدون باشنع يماعة بسيف طبعا العلماني بكسكتة بتاع المرة الفاتح داك لا بس كسكتة جطعن في الجهاد قال ما بحاجة يسيما جهاد وكده كويس لا جهاد فيه قاعد الجهاد دا قاعد لكن بيجي يوم ربتا لما نيجي يوم والكسكتة ربتا بشلاه حتا ورأسا قلوشي حتا تانية لكن يعني نظامنا نظام منهج رباني ما شغل بتاع شونا يا جماعة بتاع خامج ساكت عرفتا دا قاعد موجود ودامنا الحكمة ذاته فالكافر بيجاهدوا بالسيف والمنافق بيجاهدوا بالشنوع يا جماعة بالحجة وبالبيان يا أيها النبي جاهد الكفارة والمنافقين واشنوع يا جماعة واغلظ عليهم ودائما نزال يا جماعة البيلا بيستوب الدين دا بيكون أخطر على الإسلام من الزل الملحد من شنوع يا جماعة من الزل الملحد عديد ذلك قال العلامة بن حجر رحمه الله تعالى قال جهاد أهل البدع من الأدباع الترابي ومن الصوفية ومن الشيعة ومن المبتدعة من جماعة أنصار السنة المحمدية أو أنصار المال جهاد هؤلاء قال مقدم على جهاد اليهود والنصارى قال لأن جهاد اليهود والنصارى جلب للربح وجهاد أهل البدع قال محافظة على رأس المال والمحافظة على رأس المال أولى من شنو من جلب الربح فيهم تلك كلام دا شانك يعني من نرد ومن نازل من تحت ما ساكت الموضو دا عرفتا وزي ما ذكر ليك الشيخ المرة الفاتت قال ليك السودانيين دا اختلفوا مع الكيزان سياسيا وقبلوا بهم دينيا دي مشكلة كبيرة جدا بمناسبة ودي ودي على الأزمة دي الأزمة دي أفرزوها دي من من الثمرات الشيطانية والثمرات الغازلة لصورة العمولة العلمانين دا إنه جعلت السودانيين دا يبغضوا الكيزان سياسيا ويقبلوا بهم شنو ويقبلوا بهم دينيا عرفتا لأنه الواحد تيتلقاو بيسمع على عبدالح يوسف وبيسمع على الأخوان المسلمين وبيجي بنبس لك البشير بنبس لك منه علي عثمان وديروا دير شنو يعني واحد أموا الواحدة دي حاجة دي نقطة النقطة الثانية إنه يماع الناس اللي بيضعنوا في السنة دي على جسمان اثنين القسم الأول دا دي اللي بيوكر السنة جملة وتفصيلا قالوا ما بحاجة يسي ما سنة ذاته نهاي بس بس شنع يماع قرآن بس والكلام دا يماع تكذيب لشنع يماع الكلام دا تكذيب للقرآن ذاته الزال اللي بيقول لك لا بس أنا قرآن ما دا يرسلنا أول حاجة يطالب أفهمه الزال دا كذب الزال دا شنع يماع كذب لأنه ربنا قال في القرآن ما أتاكم الرسول شنو ما أتاكم الرسول شنو فأخذوه وما نهاكم عنه شنو فانتو وربنا قال لقد كان لكم في رسول الله شنو أسوة حسنة الأسوة الحسنة اللي بتكون كيف بالمتابعة بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وربنا حذرنا من مخالفة طريق النبي صلى الله عليه وسلم قال ربنا قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم شنو يا ماع عذاب أليم وربنا قال في آية أخرى قال الرد إلى الرسول هو الرد إلى شنو يا ماع إلى السنة فالزال يقول لا بس قرآن ما درين السنة ده كذب وده بيكذب شنو يا ماع ده بيكذب كلام الله والبيكذب كلام الله ده لا آخذ بكلام الله ولا آخذ شنو يا ماع بالكلام رسول الله ده نوعية والشيخ ابراهيم ذكر ليك إنه الناس ده الليح البنروضةITY عليهم في شنو يا ماع نقول ليه تبي صلي الصلاة في في صلاة وما في صلاة. في صلاة اي. تتوضى كيف? جيب لي الوضو ده كامل من القرآن. قل له. هسي لو داري خشها الاسلام. داري خشها الاسلام. جيب لي آية فيها لا اله الا الله محمد رسول الله كامل كده في القرآن فيه? في السنة قاعدة. بني الاسلام شنو? على خمسين شهادة شنية معا? ان لا اله الا الله وان محمد شنو? رسول الله. عشان تعرف انه ما 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 ممكن تستغني. والسنة دي هاي جماعة? السنة دي شارحة شنوها جماعة? السنة شارحة لكلام الله عز وجل. شارحة شنو? لكلام الله. والنوع اللي والده النوع اللي بيقول لك سنة ما في. ده موضوع ما موضوع خطير جدا. كويس? وده في واحد اسم ابو قناية. اسم شنوها جماعة? اسم ابو قناية. جاء مرة هناك جانا في مبدا هناك زمان في دريس. كتابة توحيد. شيخ مزم من جنات طيناك. ردم وردم لما نتكيف. اسم ابو. قال بس قرآن. لا? قال السنة دي لانه قال كتبت بعض زمن. قول كتبت بعض زمن. ربنا في القرآن قال حافظة. سواء كان كتبت مع القرآن ولا ما كتبت. ده كشنا معه? ده كمثال يعني. ربنا قال حافظة لما حافظة. ربنا جاء بحفظة في الآية. قال انا نحن نزلنا ذكرى وانها لشنو? لحافظة. كويس? فاسم ابو قناية ردم ولكنها قوى الغريبة انه زول لتكفيري. قال الناس دي ايزول ما معانا ده مشرك. والله يا قال. قال الناس دي كت مشركين. عشان تعرف اي مبتدع بكون تكفيري. اي مبتدع بكون شنو? بكون تكفيري. ده نوع. النوع التاني ده جماعة. ده اخطر. ودال الترابلين تعرف الترابلين? انا ما بقول شعبين. دال ما تعبين للشعب. تابعين لبنا يا ما. ترابين لي يا اخي. دالي سيبون ترابيين. هربت الحاصل داليسي مصايحي اليون. ترابين دال. ده ما بيجي بقول لك سنة ما في كل كله. ده اخطر من دك. ما بيجي بقول لك لا لا ما في سنة. نهاي. بيقول لك فيه. طيب نزبيتها كيف? نزبيتها بالاسنت? يقول لك لا ما هي بالاسنت. تزبيتها كيف? يقول لك لا. اذا الحديث خالف القرآن لانه القرآن ده سابت. القرآن ده سابت. وكذا طيب ولغران ده ما جاك بالاسنت ولا ما جاك بالاسنت؟ الغران ده كيف? المصحف تجانة واقع من فوقيت يا جماعة؟ المصحف تجانة واقع كدة؟ الرب ولا هو كيف? ده ما لت geen بالبليد والغاربة الترابلين بيقول لك والله السلفين دال ما عندهم مخ طيب بتنجغم هنا كيف هنا قاعد تنجغم كيف تنجغم بضم مخ الجغم ده ما المخ ذاته تكن بتفهم زال بتردم هنا لما بعرك ما في مخ كاف يعني عرفت الحاصل الجغم ده اللب المخ ذاته ده الفهم ذاته ها واسي كمان بيك في فتيل كمان الله يسلمك فتيل شفت فتيل بتاع جرسلين كمان ها وانا هنا جاهزين تب لاي واحد من كلاب لاي واحد من كلاب الترابي لاي واحد من شو ناجه معه من كلاب الترابي ديل ودير بدو عليك الحرية قولك حرية الرعي وكذابين والله زمان الترابي ده لما كانوا صلت على البلد دي لما نجي ماشي الشارع بيكون قافلينه كم ساعة الشارع بتاعه ده ما بتجي ماشي بيو قابل تلالة ساعات لكم قافلينه حتى نجي ديكتور حسن وعطي جماري وهو عن جس من شنو ما شنو اجمعه من ترابي نعلي ما يساي ولا باعر هذا الترابي والله باعر ما يساويا كويس ما عنده اي طايق قال والله جابو لدار في عرس الشهيد في شهيد عنده عرس واني ابتاع المخ قال قار في سوربون قار في فرنسا الداخلية مختلطة في فرنسا ايناك انت عارب الداخلية مختلطة دي معنى جنو بيجو قل لك ده عالم دين يا ترابيلي ايو دين ده هلت الحاصل جامين هناك قال عرس الشهيد وشهيدني عرس الليلة وقال جواعد بعشوين ده ماهد جاء كراه ومكتوعة قال لغة سبغته رجله الى الجنة والله والله يا قلنا لازل في جنة بخشاب القطاعي دي جنة الله بخصطة دي تظل مجنون في مخاق شان تاريون الترابيلي ده أبلد ظل أبلد كوز في كون ده كله اتابه لشنا يا معه تابه لشنا يا معه لراجل تابه لشنا يا معه لراجل والترابي ده شوف الترابي ده ما بيختنئ باي حاجة ما بيختنئ بايشي الترابي ده الليلة بكل كلام بايشي بجي بقول شنا يا معا بيجي بقول كلام الطاغية الامريكان لكم شنا يا معا تدربنا لما الجماعة جاد قال لي الآلا الطاغية الارمريكان قال أريد كيف فرزي المجد المساكت يا خري دال بيقول لك الله لا الدليل شنا يا ترابي اللي السنات شوف ils Lie tra hobbi state الاسنات دا. القرآن زاروا سابت بشنا يا معا? سابت بالاسنات. والثنى تزمت بالاسنات. والاسنات دا بتعيبون. الاسنات دا وشنا معا? دا بتعيبون. لانه علم الحديث دا دا علم عجيب مرة واحد. اصعب من علم الطيب زاد. والغريب ان نازل بيخترعوا بين نظريات. يجي يقول ليه قال يقول ليه قال ما عارف داك شنو? بدأ لديمقراطية داك. مين كده عرستو. افلاطون وديكارت. الجماعة زمان دي لك. زمان اندي كتب زيدانة. انا ما كان دار و الدوروني جماعة دين. ها? الجماعة دك ناس هيا قيف النور فيكين. كان دار و الدوروني جماعة دين. لقال الحمد الله لقيت الشيخ دا شاق الرديم في الناس عرف نالحاصل شنو. عرف تالحاصل? قال هيا قيف النور فيكين؟ لا ما فيكين. عرف تالحاصل? دا. فالشغل بزبطة الاسنات. واي واحد الشعبي. بينكر الاسنات بيقول ما في اسنات نحنا عندها يلو سؤال. للشعبي دا. هل بيقول اسنات ما في. عندها يلو سؤال. انت اسمك منو? يقول اسمي حسن ابن منو. ابن عبد الله الترابي. ايوة. يعني الترابي رجل الرابع صح? لو قالي الترابي دا لو قال ما اسنات معناه الترابي دا ما ما؟ طبير. هي. هذا ما有 ترابي اختصر وترابي له. ايوة اللي عندو عندو اسنات اتا قاعد جدامي دا لو ما عندك اسنات مش But I'm mü sh� isn't j they i mana. انت وا عندك اسنات؟ فيه فضل قاعدين ما عندو اسنات يا ما ما? انت واحداك اسنات؟ ايوة لا يعني انت إن ما عندك اسنات ما مشكلة جايم المايقوما يعني شعبين جايمين المايقوما انه فى اسنات. لو قلت لاي جدي الرابع ده انا شاك فيه معنايته شنو تراجع نفسك كذلك يا معا الحديث ده يا معا اي حديث والاسناد ده من الدين لانه ما ابني شنا يا معا مبني على الصدق والصدق في الدين حلال ولا حرام الصدق حلال والكذب شنو يا معا حرام يبقى اي راوي بيروي حديث العلماء ده اللي بيفتشوا الزول ده الرواي الحديث ده بيشوفوا الزول ده عغيته كيف? واخلاقه كيف? وسلوكه كيف? في كتب كاملة كتب كبيرة يجيب لك الزولة ويلده سنة كم? مات سنة كم المنح المرحلة بتاعته زاته يقول لك قبل ما كتبه اضيع منه وقبل ما يسأل الحبز بتاعه يقل اي حاجة عيني مدقيق جدا ما مطلوق ساكن لكن اللي بيجي بقول لي لا لا الحديث اذا خالف القرآن ما بناخد بهو ده طبعة ترابي ماذي حديث بيخالف القرآن كوي سمعت? بعدين هل اصلا اجيب لك كلام? انا ممكن اجيب لك كلام هتفرز وليه كيف? انا اجيب لك كلام موافق للقرآن هتعرف وليه حديث كيف? انا ممكن اجي اقول لك يا ايها الانسان والجان انا خلقناكم للعبادة. كلام ده صحيح ولا غلط? ده قالوا الرسول الكلام ده? ده قلت عنها السيدة. هتعرف وليه كيف يا شعبي انه ده كلام الرسول ولا ما كلام الرسول? هتعرف كيف? موافق او ما موافق? يبقى ما اي كلام يا جماعة ما اي كلام وافق الغرآن معناه شنو? معناه ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس دهل جابوا لهم قواعد من رئيسينه. لكن هم في النهاية في النهاية بعد ترابي دهل دارين يطعن في شنو يا جماعة? يطعن في الدين. والتراب ده والله الذي لا اله غيره. الغرآن بتاع الله ده ما مختنع به. والله الغرآن ما مختنع به. عرفت كيف? الزول ده انكر. انكر يا جوج وما جوج. انكرن. قال ما في. وانكر الدابة. دابني في القرآن ما في القرآن. انكر الدابة. وانكر يا جوج وما جوج. و كويس معاك حاجات ثابتة في القرآن. الترابي شنو يا جماعة? الترابي جاء انكرا. قال ما في. عرفت كيف? ونزول عيسى عليه السلام. حاجات واضحة وعلامات الساعة. علامات الساعة انكرا الترابي ده. ما مختنع بها. يقول لك قال نرجع للعقل. كويس معاك? والترابي ده جماعة باختصار. الاخوان المسلمين ده ما قال الشيخ ربيع عبارة عن علمانية لابسة هو بالدين. كل العقايد عند العلمانين عند الاخوان المسلمين عندهم قادة. والله كلها قادة. ويجي يقول لك ان احنا بالعقل. العقل ده جماعة ممكن يكون مرجعية. اصل ما ممكن العقل يكون شو نعجي معا? ما ممكن يكون العقل مرجعية. لانو عقل عقل حاج احمد وعقل محمدين واحد? ده حاج احمد وده محمدين. عقلهم واحد ما واحد. الناس افكارهم وفاهمهم بيختلف. بعدين البناء ادم ذاته البناء ادم الواحد ذاته زائل عمره عشرين سنة. وزو العمر اربعين سنة تفكيره ماحد? تفكيره ماحد؟ ما واحد يا اخي. زور امر اربعين. وزور امر سبعين. تفكيروا واحد. ما واحد. بعدين اتو عقل. لو اي زول بقيت لو بيقت اي الموضوع بيق عقل وما عقل. ما هو العقل اللي بيكون مرجعية. عندك عقل تورين اتو. يا اطف يوم. عقل الترابي. كوي سمعت? ما ممكن العقل يكون مرجعية يا جماعة. ابدا. المرجعية يا ايش نعي معا? هي كتاب كتاب اللي شنو? هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام كثير جدا. حول هذا الامر فيما يتعلق شنو جماعة? في الطاعنين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ان شاء الله تبارك وتعالى. نحن نفتح الفرص للحوار النقاش. وباقي الكلام ان شاء الله نخليه في 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 اثناء النقاش. نفتح الفرصة ان شاء الله للحوار النقاش للناس الما دخلوا. للناس شنو جماعة? الما دخلوا قبل كده اينا. تفضلوا.